موسيقى اهلا بحركم شاهدين الكرام في حرقة جديدين برنامج مؤشر نين نتعرف من خلالها بالارقام التحليلة على دامة مشارات المرسطة المصرية ولجلسات الأسبوع الأحد حيث زاد المؤشر الرئيسي البورصة اي جي اكس 30 بالنسبة 81 من 100% ليصل إلى مستوى 10959.35% من النقطة وارتفع مؤشر اي جي اكس 70 الأسوال الصغيرة والمتوسطة بالنسبة 73 من 100% وصعد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقم بنحو 43.46% هذا وقد ربح رأس المال السوقية أسهم الشركات المقدمة بورصة نحو 10.3 مليار جنيه في أولى جلسات شهر يوليو انتعشت تعاملات البرصة المصرية وتحركت مؤشراتها صعودا في دلالة على صعود أغلب أسهمها في كتام التعاملات البورصة تأثرت بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار العربية بدعم من التفاؤل بعودة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية والنظر الإيجابية للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 10 مليارات و300 مليون جنيه ليصل إلى 600 مليار و242 مليون جنيه بعد إجمالي تداولات بقرابة 8 مليارات و626 مليون جنيه تضمن التعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بأكثر من 7 مليارات ونصف المليار جنيه مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 قفز بنسبة 81 من 100% كما ارتفع مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 73 من 100% وشملت الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنحو 43 و46 من 100% محللون ماليون قالوا إن السوق تأثر إيجابيا بحالة التفاؤل التي تسود بين أوساط المستثمرين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعادة فتح الاقتصاد وعودة السياحة وتزايد إرادات البلاد من النقد الأجنبي مع عودة المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصرية في ضوء التقارير الإيجابية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية بشأن الاقتصاد المصري وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة في العام الحالي مقارنة بالدول الناشئة شهدين الكرام بعد أن تبعنا التقرير نبدأ تحليلنا لهذا الأداء مع ضيفي أستاذ محمد حسن يعني أستاذ محمد اليوم الحمد لله ارتفاع ورجلسات الأسبوع وده على غير المعتاد المؤشرين الرئيسي التلاتيني ومؤشر أسهم الصغيرة السبعين أيضاً لأثنين مرتفعين يعني تقييم حالك لأداء الأسهم النهاردة المؤشرات عفوا مؤشرات النهاردة بدأت تتحرك بشكل إيجابي النهاردة نرى أننا نرى أننا نظرون 1.81% بفعل يعني اللي أسهم الكبيرة في المؤشر شيراً بعض المؤسسات المصرية بشكل كبير في السوق المصري والثقة الكبيرة اللي هم يعني شايفينها في السوق أسعار رخيصة جداً فبنبدأ نشتريه عشان دينة تبقى تسعط شوية هل مع الربع التالي داتي احنا في الربع التالت من السنة ومع بداية السنة المالية الجديدة هل معنى ذلك أن احنا هيحدث إعادة تكوين مراكز شرائية بالنسبة لمؤسسات كالعادة هي دايماً مع السنة مالية تبني مراكز جديدة هل الأفراد برضو هيتجهوا لنفس هذا التوجه اللي هو بناء مراكز شرائية جديدة وده هيدفع بمزيد من السيولة زي ما شفتنا مثلاً نهاردة ده أكيد أكيد الأفراد هيبدأ يخش برضو أن الفرصة متاحة الفرصة كويسة جداً الأسعار رخيصة جداً نقدر نشتري السوق بعد أزمة كورونا نزلنا بنسبة كبيرة جداً بدأنا نرد بنسبة 50% من النزول اللي حصل بفعل المؤسسات المصرية والأفراد المصريين المعظم المصريين هم اللي بيشيلوا شايلين السوق في الفترة اللي فاتت بعد تخرج الأجانب من مبالغ كبيرة في الفترة اللي فاتت والنهاردة طبعاً المؤشر التلاتيني فاجئ الدنيا لكن كانوا شايفين أداء المؤشر التلاتيني تحديداً هو ضعيف والمؤشر السبعيني هو بيتجه أو بيجمع أكبر قدر من السيولة بداية أسباب صح ضعف المؤشر التلاتيني إيه؟ ضعف المؤشر التلاتيني هيك إحنا منزلنا بدأنا نطلع تاني طلعنا 50% من النزول اللي إحنا نزلناه فطبيعياً نلاقي ممكن نلاقي شوية مقاومة في المنطقة بتاعت 11 ألف نقطة بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات الكبيرة كلها تأثرت جامد جداً في الربع الأولاني وتوقع برضه وتأثيرها في الربع التاني ده اللي مخلت يعني السوق المؤشر التلاتيني يبقى أضعف شوية من السبعيني في الفترة اللي فاتت هل يستمر التلاتيني على هذا الضعف؟ يعني كان برضه المحللين قسموا وجيت النظر البعض كانت شايف أن المؤشر التلاتيني هو لسه يستمر إلى فترة ما فيه أداء عرضي متزبزب وأداء مهدد طبعاً للتراجع وكسر المقاومة عفواً الدعم الأسفل وفي نفس الوقت كان بمعض شايفين أنه إذا اخترق الـ 1100 1100 هو بيهيأ كده لاستمرار عامات الصعود لا أنا مع أنه هو هيبقى فيه حركة عرضية فترة بسيطة مش كبيرة بس طبعاً نتائج أعمال تلاتين ستة مش هتبقى مرضية لمعظم الشركات اللي اتأثرت وقيت على معظم القطاعات يعني إنما مع نهاية الربع التاني نبدأ ممكن نبدأ نشوف حركة تانية مع طبعاً عودة الحالة بمجارية تانية والدنيا الأمور تفتح تانية لا هنشوف صعود المؤشر التلاتين على المدى المتوسط إلى حد ما كويس طيب بعد برضو المحلين كانوا بيروا أن هناك فعلاً حصلت تخرجات زي ما حالك ذكرت حتى من شوية لاستثمارات أجنبية من البورصة وهناك رؤية بالفعل يعني شبه مؤكدة وفق التقارير أيضاً دولية متعددة في الاقتصاد أو عن أداء الاقتصاد المصري إن هذه الأموال أو هذه المحافظة الأجنبية تحدثنا اللي خرجت هترجع تاني وتعاود ضخ أموال في البورصة إيه ده حيكون تأثيره في المرحلة القادمة إذا كان هناك احتمالات أي شكل من أشكال الترجعات في السوق الأمريكية اللي احنا بنتأثر به هو طبعاً كلام منطقي جداً الخروج اللي حصل دوت كان نتيجة الكورونا وطبعاً أسواق الخارجية أسواق أمريكا كان نزل جامد جداً فمعظم الناس خرجت من أسواق النشأة راحت أسواق ماتيورد ماركت بحس أن هي تقدر تاخد منها أرباح كويس العودة تانية أكيد هتحصل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية عندنا صندوق النقد الدولي وتقاريره إن إحنا كدولة إحنا طبعاً وحيدة في منطقة اللي هتقدر تحق النموع في الفترة الجاية في 2020-2020 تاندر أند بور برضو عمل التقرير بتاعنا ثبتتنا إن إحنا على بي بي أبقى تقافز التقرير بتاعنا مع نظرة مستقبلية مستقرة فكل ده يعني إضافة كويسة للاقتصاد المصري طيب توجهات الحكومة المصرية في هذه الفترة تحديداً غير مبادرات طبعاً الدعم اللي سبقت ليه تقطعين تحديداً الزراعة والصناعة شايف حدلك هذه المبادرات الحكومية والدعم القوي من قبل الحكومة للقطاعات دي تأثيره إزاي برضو حيكون على الشركات الممثلة للقطاعين في البورس إيجابي طبعاً إيجابي جداً يعني إحنا عندنا الأراضي الزراعية كبيرة جداً من إشميش تغلق قبل كده الحكومة المصرية في الفترة الفترة بدأت تدعم الموضوع تدعم كزراعات تخش في زراعات كتيرة إحنا طول عمرنا كدولة زراعية من التاريخ لازم نعود ترجع تاني مصر الهباتة في الزراعة بالإضافة إلى الصناعة والتكنولوجي الحديثة اللي موجودة في الصناعة اللي بدأنا نشتغل عليها لا هيبقى فيه عادي مرضود إيجابي طبعاً بشكل عام يعني هل العمليات دي اللي عملت الاندماج والاستحواز اللي حصلت وتمت ولسه حصل النهاردة برضه من ضمن هذه العمليات هل لها تأثير خصوصاً أنها بتستحوز على قدر أكبر من السيولة لها تأثير على السيولة اللي بتضخ في التداول ومعدلات اليومية لا مش هيبقى لها تأثير سلبي لا بالعكس يعني الاستحوازات دي بيبقى فيه كاش تاني للمستثمرين اللي خرجوه بيخشوا ببقى صول تانية بدائل يعني المستثمر الفرض إزاي اتعامل مع القطاعات يعني كانوا شايفين أن قطاع الأغذية قطاع الأدوية قطاع الحليج هي قطاعات الزامنورية الصاعدة الواعدة في الفترة اللي فاتت على وجه التحديد في المقابل كان مقابلها قطاع الإسكان قطاع التشييد برضو كانت قطاعات وأسهم قيادية في الترتيني لكنها كانت في حالة ركود يعني السيناريو المتوقع لهذه القطاعات في الفترة القادمة خصوصاً مع أن قطاع الإسكان تحديداً تم وقف الترخيص البناء من فترة طويلة وده يمكن يعني نعكس بحركة إيجابية وترويج في القطاع بالضبط يعني أنا شايفين الفترة الفاتت هو كان القطاع الأربح هو كان القطاع الصحة والأدوية وقطاع التكنولوجيا تمام يعني زي ما شفنا الفترة الفاتت كل التلات شرور الفاته اعتماد كله على التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع الإلكتروني فكل ده بأثر إيجابي جداً على القطاع ده بالإضافة إلى القطاع الصحة والأدوية أعتقد أن يبقى معظم الدول مركزة جداً على القطاع ده ويبقى فيه دعم قوي جدا بعد أزمة كورونا واللي حصل إنه لازم القطاع ده ياخد حقه من كل الدعم اللي موجود في الدعم القطاعات الإسكان بقى والتشهيد وبنائه ويأسهم كنادية طبعا تعرف تمام القطاع ده برده يعني هو طبعا تضرر فترة جنيفاتي دي تضرر كبير جدا بس أعتقد أنه يعني خلال الفترة الجاية لا هيكون فيه حركة حركة في البناء والتشهيد كبير هل ده ممكن يعنعكس على أسهم هذه الشركات الموسلة؟ أكيد أكيد هيعركس بالإجابة طبعا طيب نرجع للمؤشر السبعيني مؤشر السبعيني كانت أغلب أسهمه طبعا هو الحقيقة شبيش هالطفرة في الحركة زي ما احنا شايفين هل ممكن هذه الحركة تستمر لحين تحقيقه كامل عدلة لأسهم هذا المؤشر؟ يعني هو وقت النزول طبعا لما كان حصل يعني لما رجع المؤشر الرئيسي من 18 ألف حد ما رجع ربما كسر يعني أيضا 9000 وال7000 نقطة وكنا خايفين عفوا 8000 وكنا خايفين يرجع أكتر من كده المؤشر السبعيني رجع معاه دلوقتي المؤشر السبعيني في اتجاه صاعد مستمر هل ممكن يتواصل ويستمر هذا الاتجاه لحين تحقيق قيم العدلة لأسهم دي؟ خصوصا أن هذه الأسهم ضعيفة يعني لحد ما السبعيني لحد ما؟ أعطاك أنه هيكون في الفترة الجاية صعود جماع للمؤشرات كلها الثلاثين والسبعين؟ الثلاثين والسبعين فيما عن نهاية الكوارتور التالت دوت إن شاء الله هنشوف صعود جماع للمؤشرات كلها هل السبعيني حق تصحيح؟ يعني هذا أنه هو مساحة تصحيح فمش هيصح تاني وهيستمر بقى صعودا لأنه كان عنده حالة ركود ووقف عند الستمائة بتحرك من الستمائة للسبعينة عاد على مدار سنة ونص تقريبا كده بداية من تاريخ أبريل 2018 ربما يعني أعتقد آه هو خلص تصحيح هاستمر على عملية الصعود طيب إيه اللي شاف حضرتك ممكن يكون عامل جذب للمستثمر في ضخ سيولة في البورصة المصرية خصوصا أنه طبعا كتير من المحلين وخبراء ومتابعين شايفين أن البورصة هي أداة استثمار مناسبة في هذه الفترة تحديدا طبعا يعني حالة الاقتصاد المصري بالفترة اللي فاتت وسباته في ظل أزمة كورونا ده أكبر دافع للمستثمرين هم يحطوا فلوسهم في مصر والبورصة هي الأسرع والأسهل بالنسبة للمستثمرين اللي ما بقدروا يخشوا كاستثمرات مباشرة في أي قطاع من القطاعهم ده من نسبة الأفراد ولا الأفراد والمستثمرين الأفراد والمستثمرين في مشاريع صغيرة بتقديم ممكن يدروا للناس الأفراد يشتغلوا عليها بس هما يعني البورصة أسهل لهم أسهل أنه يقدر يخشوا يستثمروا يحقق مكاسب كويسة جدا طيب الاتجاه المضاربي بيأثر إلى حد كبير على حركة صدر مؤشر وبدأ تقريبا ده يعتبر شبه سلوك متبع على مدار الفترة اللي فاتت من وجهة نظر حليك إيه اللي ممكن يوقف الاتجاه المضاربي ده والله هو الفترة اللي فاتت لهاية الرقابة والبورصة المصرية يعني يتخذوا إجراءات كتيرة جدا في أن هما يوقفوا الموضوع ده ونجحوا فعلا أن هما يقدروا يوقفوا مجموعة كبيرة من المضاربات اللي كان بتحصل على أسهل أعتقد أن هما يعني مع استمرار السياسة اللي هما ماشيين عليها هيبقى فيه إنهاء للمضاربات خالص في البورصة المصرية وتبدأ بورصة استثمار فعليا طيب معلش برضو شيء مهم دايما المستثمر بيسأل عليها أنا سألت ربما كتيرا أي التوجهات أفضل للمستثمر الفرد هل أسهم قطاع الحكومي الأسهم الحكومية وقطاع الأعمال وإن كانت هذه الأسهم كان كتير من الخبراء شايفينها أسهم معدة وهي اللي ستكون لها الحظ الأكبر من السورة في الفترة القادمة أم الأسهم اللي هي القيادة الأخرى اللي بيتعامل عنها عليها بعض الأجانب أحيانا أسهم قطاع الأعمال كانت فيها مشكلة بس حتة الطرح يعني النهاردة لغينا الطرحة خلص أو أجلناها شوية لأجل غير مسمى أنا شايف أن ده ممكن يدي فرصة قويسة لأن قطاع الأعمال نها تتحرك يعني في خلال كون هي صحنة حظة أكبر في سيولة لأن هي أكثر تضرورا خلال الفترات اللي فاتت السنة اللي فاتت كلها مش فترة الكورونا بس طيب برضو أحيز أعرف برضو أحدك مع صدور قانون تعديل تعديل قانون قطاع الأعمال العام بشكل عام وده بالعكس بتأكيد على شركات قطاع الأعمال أيضا والنهوض بهذه أو الارتقاء بمستوى هذه التعديلات إلى حد أنها تكون شركات بتعمل على مستوى شركات قطاع الخاص والشركات الأوروبية العالمية النظيرة لها برضو ده ممكن يكون أداء وإيه في المستقبل وهل المستثمر فرد يبدأ من دلوقتي يكون محافظ في هذه الشركات أم ماذا؟ هو شركات قطاع الأعمال العام كان فيها مشاكل كتيرة جدا فتحات اللي فاتت بدأ سيد الوزير شام توفيقي بدأ يغير الفكر جوة الشركات دي كلها بدأ يبقى فيه نوع من الشراكة يعني هو الفكرة نوع عايز يعمل شراكة ما بين القطاع العام و القطاع الخاص بيطور الفكر كله جوة المؤسسة دي كلها أعتقد طبعا الأسعار الأسهم دي كلها رخيصة جدا أرخص بكتير من قيامها الحقيقية فبالتالي هو أكيد الشركات دي فيها بطنشة الكبيرة جدا أنه يقدر يعني المستثمر الفرد يقدر يستثمر فيها على المدى المتوسط مش الطويل أوي يعني المدى المتوسط للطويل لا يقدر يحقق منها أرباح كويسة يبقى ممكن بالنسبة للمؤشر السبعيني كده احنا قد نتوقع لنسبة صعود أكبر معناه هذا الكلام كده خصوصا أنه بيستحوز على أكبر عدد من هذه الشركات بالضبط طيب المبادرات بقى نرجع نتكلم عنها وعن أيضا التقارير الدولية حرج عليها النقطة دي تاني أولا حالة سبات سعر الدولار بل وإن كان هو كان في تراجع ما قبل أحلاس جائحة كورونا هنبدأ تاني نعاود حالة التراجع لأسعار الدولار أو السبات شاف التأثير ده يكون إزاي حدك على البورس تراجع الدولار أو سباته في الفترة دي هو بيدي يعني أعتقد سباته في الفترة دي هيكون بيدي طمأنينة أكتر للمستثمر للنجنب أنه يخش يبقى هو عارف هو خلاص داخل في بلد الدولار بتاعها هو عارف وسيره كام حركة فيه مش قوية فبالتالي بيقدر يستثمر في مصر بأريحية أكتر من الدول اللي هي حركة الدولار فيها مختلفة فكرة مسألة التثبيت للتقارير الدولية لمستوى أداء الاقتصاد المصري والتوقعات كلها بين استثمارات أو مصر يكون واحدة من التلاتين دولة في العالم المنافسة في مجالات الاقتصاد على مدار الفترة القريبة مصر هي الوحيدة اللي ممكن يرتفع معدل نموها بنسبة 10% أزياد في ظل ظروف السائية اللي بتحيط بأغلب دول العالم كل هذه الأمور هل تعد بمثابة حافظ لجذب تاني الأموال مستثمرية الأجانب تحديدا؟ أكيد أكيد كل التقارير دي بتقول أن الاقتصاد المصري في مصاره صحيح بالرغم من أزمة كورونا هو استمر برضه في مصاره صحيح يعني إحنا ما بنقارنا بالدول اللي حوالينا دول المنطقة كلها ودول المنافسة لأ إحنا أفضل منهم بكتير طيب قبل ما ينتهي وقتنا وفضلنا تقريبا دي قبل واسع هيكبر الضوكعات حاليك لبكرة إن شاء الله شايف السيناريو القادم ممكن يكون في الفترة اللي هي مع انفتاح بداية عودة السياحة مع حركة التهران وبدأ إحلال أو عملية بمعنى صح يعني إنهم منح الحالة لحالة الجمود اللي كانت حصلة لإقتصادات الدول إيه اللي ممكن يتم على شاشة البورصة في المحلات القادمة؟ أعتقد إنه ممكن نشوف أسهم السياحة فيها مشتاري يبدأ يظهر فيها بشكل قوي في الفترة اللي جاية دي خاصة مع عودة السياحة ومع عودة النشاط مرة تانية وانخفاض الأسعار بشكل كبير جدا في أسعار السياحة في أسهم السياحة أعتقد هيبقى فيها مشتاري الفترة الجاية دي طيب توقعت حقيق في السواني الأخيرة الباكر إن شاء الله كيف يكون لده؟ أعتقد استمرارا للحركة التسعادية النهاردة نحن نتحرك ما بين الإيجي أكس 30 ما بين الدعم والمقاومة عندنا 11 ألف مئة فيها مقاومة ما قدرناش نتخطاها هننزل تانية لعشرة سبتمية نتحرك في المنطقة دي ما فيش ألأ مستثمرين يتريدوا في المنطقة دي ما فيش أي مشكلة لما فيش تخاوف خالص إن السوق يقدر ينزل مرة تانية حالة تصحيق عميفة نتزل حصلة بكرة أستاذ محمد حسن خبير الصور كل مال بشكر حالك شكرا جزيلا شكرا شكرا يا كرام وصلنا نهاية حلقة اليوم برنامتكو اليوم يمؤشر النيل إلى اللقاء باك إن شاء الله وفرق عمل جديد دمتم في عمل الله موسيقى موسيقى موسيقى